أعطي كلمة الآن لصاحب السعادة بسام السباغ وزير أشؤون الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية شكراً سيد الرئيس وهنيأكم على انتخابكم رئيساً للجمعية العامة في دورتها الحالية وأشكر سلفكم السيد دينيس فرانسيس على رئاسته للدورة السابقة كما أشكر الأمين العام على الجهود التي يبذلها للوفاء بالولاية المنوطة به تنفيذاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة سيد الرئيس سيدات والسادة تنعقد هذه الدورة للجمعية العامة والتوتر الدولي يبلغ ذروته وجهود صون السلم والأمن الدوليين تواجه تحديات وأخطار حقيقية فالمواجهات تشتد شراسةً والأزمات تتوالد والنزاعات تتفاقم والفوضى تنتشر والإرهاب يتفشى الاقتصاد العالمي يتعثر ونسب الفقر تزداد وتغير المناخية تسارع ومعدلات التنمية تتراجع إنها نتيجةٌ مؤسفة بعد ثمان عقودٍ من العمل متعدد الأطراف منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة ففي الوقت الذي كنا نعمل فيه من أجل تعزيز جهود الدبلوماسية الوقائية والتسوية السلمية للنزاعات بتنا نشهد المزيد من الحروب المباشرة وحروباً بالوكالة عبر الاتثمار في الأدوات الإرهابية وبدلاً من جني الثمار منجزات التقدم العلمي لخدمة الحضارة الإنسانية ورفاه الشعوب فإننا نشهد استخداماً مخزياً للتقنيات الحديثة لتصبح أداةً فتاكة لنشر القتل والدمار وعوضاً عن استثمار جهودنا ومواردنا لتحقيق التنمية المستدامة للجميع نرى إمعاناً لدى البعض في سياسات نهب موارد الدول وسرقة ثروات الشعوب وفرض التدابير القسرية التي تفقر الشعوب وتدمر حياتها السيد الرئيس لقد شهدت بلاد سوريا على مدى أكثر من عقد مضى معاناة لا مثيل لها حيث تعرضت إلى حرب إرهابية شرسة وعدوان مباشر ومستمر على أراضيها وحصار اقتصادي خانق متعدد الأوجه والأشكال وتحريض سياسي وإعلامي غير مسبوق فقد دفعت مليارات الدولارات لهدم المنجزات التنموية ونشر الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار في ربوعها ودفع الملايين من السوريين خارج بيوتهم إما نازحين في وطنهم أو لاجئين في دول أخرى لكن أيها السيدات أيها السادة أستطيع أن أؤكد لكم بأن كل ذلك قد فشل في جعل سوريا تتخلى عن مبادئها الثابتة وعن مواقفها الراسخة وعن خياراتها الوطنية الصلبة فسوريا لم تتأخر عن حماية أبنائها والدفاع عنهم ولم تتراجع قيد أنملة عن قرارها بدحر الإرهاب ولم تمنعها الظروف الاقتصادية الصعبة من تأمين احتياجات شعبها إن كل ما تعرضت له سوريا قد فضح بشكل لا لبس فيه الوجه الحقيقي لسياسات التي تبناها الغرب الجماعي ضدها والتي تتناقض جملة وتفصيلا مع المبادئ والمقاصد التي شكلت أسس وجود وعمل هذه المنظمة الدولية سيد الرئيس إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي العربية منذ سبع وستين بما فيها الجولان العربي السوري وارتكابه لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ما يزال شاهدا ماثلا على إخفاق هذه المنظمة وفي مقدمتها مجلس الأمن في إنهاء الاحتلال العنصري التوسعي ووضع حد لعدوانه المستمر كما يمثل دليلا دامغا على منع الولايات المتحدة الأمريكية لذلك المجلس من القيام بواجبه في تحمل مسؤولية مواجهة التهديدات التي تطال الأمن والسلم الدوليين فمنذ السابع من تشرين أول الماضي وكيان الاحتلال الإسرائيلي يضيف إلى سجله الإجرامي فصولا أخرى من الدموية والإرهاب التي ما فتأ يمارسها منذ أكثر من سبعة عقود حيث شنت قواته وعصابات مستوطنيه على مدى الأشهر الماضية عدوانا همجيا على الشعب الفلسطيني أودى بأرواح ما يزيد عن 42 ألف فلسطيني جلهم من النساء والأطفال تدين الجمهورية العربية السورية بشدة العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتجدد وقوفها إلى جانبه في نضاله المشروع لتحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة كما تدين أيضا جميع محاولات تصفية وكالة الأونروا ووقف الخدمات التي تقدمها للفلسطينيين على ترابهم الوطني وفي الدول المضيفة وتشدد على ضرورة محاسبة إسرائيل على استهدافها المتعمد لأكثر من مئتين من طواقم الوكالة وغيرها من الوكالات الأممية والإنسانية لقد عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياق التغطية على فشلها في تحقيق أهداف حربها على الشعب الفلسطيني والهروب من أزمتها الداخلية إلى تصعيد خطير للأوضاع في المنطقة مستفيدة من مظلة الحماية والإفلات من العقاب والدعم اللامحدود الذي توفره لها بعض الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية فقد كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها على دول المنطقة بما فيها بلاد سوريا حيث استهدفت فيها منشآت مدنية حيوية وأبنية سكنية وحتى مقرات ديبلوماسية مما أدى إلى استشهاد العشرات من المدنيين وإيقاع أضرار مادية كبيرة وإعاقة عمليات إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين وفي السابع والعشرين من تموز الماضي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة النكراء بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل حين استهدفت بلدة مجد الشمس السورية بقصف أدى لاستشهاد 12 طفلاً سورياً وحاولت اتهام أطراف أخرى بالتسبب بهذه الفاجعة والمتاجرة بدماء الشهداء لقد طال العدوان الإسرائيلي المفتوح لبنان الشقيق أيضاً حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوعين بارتكاب جريمة النكراء غير مسبوقة ضد اللبنانيين عبر استخدامها لوسائل الاتصال كأداة لقتل المدنيين العزل بشكل جماعي وقبل أيام استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية بعدوان غادر وجبان دمرت فيه مربعاً سكنياً بالكامل مستخدمةً أطناناً من القنابل المتفجرة لاغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي قاد لما يزيد عن ثلاثة عقود مقاومةً وطنيةً لبنانيةً مشرفة ضد الاحتلال الإسرائيلي إن هذا العدوان الإسرائيلي واسع النطاق وانمنفلت من أية قيودٍ وضوابط يدفع بالمنطقة إلى شفى تصعيدٍ خطير ومواجهةٍ لا يمكن التنبؤ بعواقبها والتسبب بآثار كارسية على السلم والأمن ليس في منطقتنا فحسب بل ما وراءها أيضاً تطالب الجمهورية العربية السورية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالعمل على وضع حدٍ للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان ومساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمها وضمان عدم إفلاتها من العقاب تشدد الجمهورية العربية السورية على أن الجولان أرضٌ سوريةٌ محتلة وسكانه مواطنون سوريون كانوا وما زالوا وسيبقون جزءًا أصيلًا من الشعب السوري قاوموا على مدى عقودٍ الاحتلال تؤكد سوريا على أن استعادتها للجولان السوري المحتل كاملًا وفقًا لقرارات الأمم المتحدة 242-338-497 هو حقٌ ثابت لا يخضع للمساومة ولا يسقط بالتقادم السيد الرئيس السيدات والسادة لا يمكن فصل جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانها المستمر على سوريا عن الدور التخريبي الذي انتهجته بعض الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بحق بلادي حيث واصلت تلك الدول انتهاك سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها عبر استمرار وجود قواتها العسكرية بشكلٍ غير شرعي على الأراضي السورية وقيام مسؤوليها بالتسلُّل خلصةً إليها ودعمها لميليشياتٍ انفصالية وتنظيماتٍ إرهابية كما عملت تلك الدول على مفاقمة الوضع الإنساني للشعب السوري وذلك من خلال حرمانه من الاستفادة من موارده جراء نهبها الممنهج للثروات الوطنية السورية وفرضها لتدابير انفراديةٍ قسرية طالت آثارها الكارثية شتى مناح حياة السوريين لقد استهدفت تلك التدابير مختلف القطاعات الحيوية في مقدمتها قطاع الصحة العامة وقطاع الطاقة والمصارف والتحويلات المالية والنقل ولم يسلم القطاع الزراعي من هذه التدابير التي تسببت بتراجع معدلات الأمن الغذائي إن كل الحجج الغربية الواهية الهادفة لتبرير فرض مثل هذه التدابير اللاشرعية ومحاولاتها لإنكار آثارها والتقليل من حجمها قد فضحتها تقاريرٌ أممية صدرت مؤخراً في هذا السياق تجدد بلادي مطالبتها بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط للتدابير القصرية الانفرادية لما تمثله من عقابٍ جماعيٍ للشعوب وإرهابٍ اقتصاديٍ لها وانتهاكٍ سافر لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي سيد الرئيس منذ بداية الحرب الإرهابية على بلاد سوريا تعاملت الحكومة السورية بمسؤوليةٍ وبروحٍ بناءة مع جميع المبادرات الرامية إلى دعم جهود الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي البلاد وحماية مواطنيها من الإرهاب وتحسين الأوضاع المعيشية للسوريين واتخذت لتحقيق ذلك الكثير من الإجراءات التي يمكن إجازها بما يلي أولاً حشد كافة الجهود للقضاء على التنظيمات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن ووضع حدٍ لفكرها الظلامي وإديولوجيتها المتطرفة وممارساتها القائمة على القتل والتعذيب والإخفاء القسري وتقييد الحريات وتجنيد الأطفال والتمييز والعنف ضد النساء والفتيات تواصل الحكومة السورية التصدي لما تبقى من تلك التنظيمات لإنهاء معاناة السوريين إلى جانب مطالبتها جميع الدول باستعادة رعاياها المحتجزين حالياً في مراكزٍ غير شرعية في شمال شرق سوريا لإغلاقها لما تمثله من خطرٍ عليها في المستقبل ثانياً اتباع مسار المصالحات الوطنية والتسويات المحلية حيث أصدرت 23 مرسومة عفوٍ مما أسهم في تسهيل إعادة إدماج من ضلوا الطريقة في مجتمعهم بشكلٍ سليم وكان آخرها المرسوم التشريعي رقم 27 الذي صدر في 22 أيلول الجاري ثالثاً دعم الوصول الإنساني من خلال جملة أمورٍ من بينها منح أذون متعددة للأمم المتحدة لاستخدام ثلاثة معابر حدودية لإصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من المدنيين السوريين في شمال غرب سوريا إلى جانب منح الموافقات اللازمة لإصال تلك المساعدات من الداخل على الرغم من عرقلة التنظيمات الإرهابية لهذا الوصول الإنساني ونهبها للمساعدات وحرفها عن وجهتها رابعاً مواصلة مؤسسات الدولة السورية لجهودها الرامية لتعزيز دورها وزيادة كفاءتها وذلك من خلال إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعدها ومتابعة عملية التطوير والإصلاح الاقتصادي والإداري والمضي قدماً في جهود تحديث البنى التشريعية بما فيها المتصلة بتعزيز سيادة القانون وتطوير العمل الإعلامي وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة وحماية الحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق الخطة الاستراتيجية للمساواة بين الجنسين وتطوير التشريعات الناظمة للخدمة الإلزامية خامساً بذل جهود قصوى لدعم عودة كريمة للاجئين والمهجرين السوريين إلى مناطقهم حيث تم التفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على جملة من الإجراءات يجري تنفيذها بدقة كما يتم إجراء مناقشات مع بعض دول الجوار لإطلاق مشاريع ريادية يمكن أن تمثل نموذجاً تساعد على تسهيل وتسريع العودة سادساً التعامل بانفتاح مع كل الجهود والمبادرات التي طرحت في إطار المسار السياسي حيث تشارك الحكومة السورية في الاجتماعات التي تعقد بصيغة أستنى والتي حققت نتائج ملموسة كما تتواصل بشكل مستمر مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا وتتعاون معه في إطار ولايته كميسر لعملية سياسية يقودها ويملكها السوريون سابعاً الالتزام بالحوار والديبلوماسية كأساس لمسار تصحيح علاقات الدول الأخرى مع سوريا حيث حرصت الحكومة السورية على التعامل بإيجابية مع مختلف المبادرات التي طرحت في هذا المجال وذلك انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن بناء علاقات سليمة مستند لمبادئ محددة وأسس واضحة تضمن الوصول للنتائج المرجوة وفي مقدم ذلك الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي والتعاون المشترك لمواجهة كل ما يهدد الأمن والاستقرار والعمل من أجل خدمة المصالح المشتركة بعيداً عن التدخل في الشؤون الداخلية السيدات والسادة إن سوريا إذ تداوي جراح ما تعرضت له فإنها تتطلع نحو المستقبل بكل أمل وتفاؤل إلا أن نجاح جهودها يستلزم بالضرورة كف الغرب الجماعي عن تسييس العمل الإنساني وربطه بالمشروطية السياسية ووفاء المانحين بتعهداتهم في التمويل الإنساني وتوفير حلول مستدامة لسبل العيش ودعم الصمود بما في ذلك من خلال تعزيز مشاريع التعافي المبكر وزيادتها كماً ونوعاً والرفع الفوري والكامل وغير المشروط للتدابير القسرية الإنفرادية السيد الرئيس تجدد سوريا مطالبتها بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية وإلزام إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات صلة وإخضاع منشآتها للرقابة الدولية تعرب سوريا عن دعمها وتضامنها مع الأشقاء في الدول العربية لا سيمة تلك التي تواجه ظروفاً صعبة فرضتها التدخلات الأجنبية في شؤونها أو ظروفاً طبيعية أو تغيرات مناخية تعيد سوريا تأييدها لحق الاتحاد الروسي في الدفاع عن نفسه وحماية أمنه القومي رداً على السياسات الغربية العدوانية ورفضاً لمنطق الهيمنة والأحادية القطبية وتدين في هذا السياق محاولات الاستلاء على الأصول المالية الروسية تؤكد سوريا مجدداً تأييدها الكامل لحق جمهورية إيران الإسلامية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتشيد بالنهج البناء والمسؤول الذي تتبعه إيران في هذا المجال تجدد سوريا دعمها لمبدأ الصين الواحدة وتأييدها لمواقف جمهورية الصين الشعبية في مواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية واتخاذ ما تقرره من إجراءات للدفاع عن سيادتها تدين سوريا الحصارة الاقتصادية الأمريكية المفروضة على كوبا منذ عقود وترفض إصدار الإدارة الأمريكية لما تسميه زوراً قائمة الدول الراعية للإرهاب وتدعو سوريا إلى وقف المناورات والتدريبات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية التي تؤدي إلى تصعيد للتوتر في تلك المنطقة كما تجدد بلادي تضامنها مع فانزويلا في مواجهة التدخلات السافرة في شؤونها الداخلية والسياسات العدائية ضدها تطالب بلادي بالرفع الفوري لجميع الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على روسيا وإيران وفانزويلا وبيلاروس وكوبا ونيكراكوا وكوريا الديمقراطية وأريتيريا وغيرها وضد بلادي سوريا السيد الرئيس في ختام كلمتي أود أن أدعو دول العالم للتحلي بالشجاعة واتخاذ القرار الصائب الذي يضمن حاضرا ومستقبلا أفضل لنا وللأجيال القادمة وينقذ البشرية من ويلات حروب كبرى تلوح في الأفق وذلك من خلال إصلاح المؤسسات الدولية السياسية والمالية بما يبعدها عن الهيمنة والأحادية القطبية ويردع محاولات تقويض ميثاق الأمم المتحدة والاستعادة عنه بما يسمى بالنظام القائم على القواعد إن الجمهورية العربية السورية إذ تتطلع إلى أن تكون الدورة الحالية للجمعية العامة تحت قيادتكم قادرة على الوفاء بشعارها فإنها تشدد على أن النجاح في ترجمة هذا الشعار إلى واقع عملي يتطل بالتخلي عن سياسات الهيمنة والإقصاء والحصار والعقاب الجماعي للشعوب والالتزام بمثاق منظمتنا واحترام القانون الدولي والديبلوماسية متعددة الأطراف ومنح الدول النامية فرصاً متساوية للنهوض بمجتمعاتها وتحقيق الرفاه والازدهار والتنمية المستدامة لشعوبها شكراً السيد الرئيس أشكر السيد وزير الشؤون الخارجية والعاملين في الخارج لجمهورية العربية السورية ترجمة نانسي قنقر